موسيقى 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 الواضح اسمي جاد خواندي انا الكريايتور في هاو باوت بيروت مع شريكي عليكس لي أخدت معو الأرار من أربع سنين تقريبا انه نتروب الجامعة ونحطي كل وقت نالع تصوير المقالب وهالشي احرضنا على فوق المليار مشاهدي على السوشيال وقدرنا نوصل صورة لبنان على حقيقته للعالم من كل الممارسة دوائتنا كان المانيكن اول فيديو بروح فيرال لنا مانيكن سكير فرانك نبسنا مثل ماسك وعملنا حالة مانيكن وسننقل العالم مانيك انتشر بشكل رهيب على السوشيال ميديا وعلى مواقع الأخبار العالمية مثل ديليو ميال جورينا بوست فيه سليبرتيز نزلوا ني FINAL مثل ولاية كاليفة اللجم وغيرهم كثير ienen ايه موسيقى في لبنان ما كان في حدا أونلاين فيه يمكن كمية الأسمارة بسعة كيفية بس أونلاين ما في حدا كان بيعمل الكاميرا ففيه يمكن هلا بعض ما فيه كبيراكس بيراكس ما بتصور فيه لا هلا غيرنا موسيقى بس توحي أفكار من حدا بس ما بعمل شيء كوبي بيست إلا إذا عندي شيء يزيده عليه يغير شوي بإطار البرانك موسيقى ماديا ما كان فيه داعم لأنه كان في معظم الوقت لا بوجد الفيديوز كنا نصور بالتليفون ونقض الأوديو بالتليفون تاني هذه أول فترة لبعدين نشتري كاميرا ونحسن أكثر موسيقى 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 لاحظنا أنه معظم العالم صدمت بس شافة لبنان على هالحالي كان كل العالم فكر يعني نحن بعدنا من دول العالم الثالث لذلك كل يسأل أين هذا الفيلم؟ لما يعرفوا أنه لبنان بيتفاجأ وأنني لم أعرفوا أنه لبنان يبدو كثيرا موسيقى أهم نقطة من أنه تشتغل على شيء تحبه أنه ستظل عندك أنيرجي تعطيه حيالا الشيء الذي تبدعه فيه ستكون تعطوه مجهود خيالي وإذا الشيء لا تحبه ما سيكون عندك أنيرجي تعطيه وعلى خلال ما ستعمليه حيالا الشيء تبدع فيه وتحبه مع الوقت ستطلعوا منه مصاري لذلك لا تتكلم عن ذلك وما تكون الفكرة الأساسية أول ما تبدأ لشيء هي أنه كيف بدأت أطلع مصاري وأدي هشيء حيعمللي بدأت تفوكس على كيف تقعطي فإن تغلق بالفعل للعالم كيف يدعطيه يتعلمه لتقدر توصل هشيء للعالم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم